شوف هون عندك هاي الرسمات موجودة مهمة جدا تمام في عندك في الكتاب انا رجعت كتبت لك الملاحظة انه الاشكال التالي توضح ان الضغط عنده نقطة داخل ما لا يعتمد على شكل الوعاء انما فقط على العمق طبع لا تنساش عام التالي بس احنا قدي متحدث على وين عن نفس السائل يعني عندك الجي والرو نفسه بس ايه طلع هون هاي الرسمات موجودة عندك في الكتاب شوف هون عندك حاطلان الشكل طلع هون الشكل اربع ارتفاع الماء في الوعين متساوي فيكون الضغط الماء متساوي عنده قاعدتي ما كده هون الشكل ما لهوش علاقة نفس الشغل يطلع عليه هون هذا السباح كاعد بسباح تهمت عليه نفس المبدأ بما انه يا سيد هاي فيه محيرة هون في بئر بما انه هذا الغواص موجود على نفس العمق ايضا يتعرب الى نفس ايش الضغط شوف هاي الرسم حلوة هاي جبنا لك ايها من نت حتى تشوف جميع النقاط في الشكل ما له الضغط عندها متساوي ليش لانها تقع على نفس الارتفاع طلع هاتح كل على نفس الارتفاع فبالتالي بتكون اللي يا سيد الضغط عند اي هو نفسه الضغط عند بي هو نفسه الضغط عند سي هو نفسه الضغط عند اي وهو نفسه الضغط عند اي طب شو السبب ليه لانه الشكل ما له علاقة خلاص انتهينا اهم اشي انه هيش الثلاثة على نفس العمق الشغل الثاني طبعا راح ناخد ملاحظة مهمة جدا اذا كان نقطتين بقوا على نفس المستوى الافق في ماء نفس الماء فيكون ضغط وما متساوي راح نجع عليه ان شاء الله هذا يلا خلال شوف هذا اختر الاجابة الصحيحة اختر الاجابة الصحيحة اه بدي خليلك شوي هيك انا ما بدي اظنى اجاوب على طول بدي اياك انت هيك توقف عندك التسجيل فهمت عليه بعد ما توقف التسجيل شو بتساوي بتشوف الاسلي اه يعتمد ضغط السعل في قعر الانع على الف كتلة السعل في الانع ولا مساحة قعر الانع ولا ارتفاع السعل في الانع ولا شكل ايش الانع باجي بكتب القانون تبعي هنا اه البيها الرو في الجي في الاج بلاحظ انه الضغط عنده نقطة في معساكن باعتمد على ثلاث عوامل اول شي كثافة السعل تصارى السكوط الحروة العمق الكتلة ما الا علاقة في الموضوع مساحة قعر الانع ما له علاقة في الموضوع شكل الوعاء ليس له علاقة في الموضوع عالمين باعتمد باعتمد على ارتفاع السعل في الانع